وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود رامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وخلال اجتماع آخر بحضور وزير السياحة والأثار وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تحظى به مصر من مقاومات سياحية متفردة اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة والرؤية المستقبلية التي تتبنها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة ودعم الصناعات التحولية وقائمة المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنفسية على المستويين الإقليمي والعالمي أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ضوء نعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمام ازدهر أنشطته وأعماله لسيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الدائمة للاستثمار الصناعي بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثر الاجتماع تناول متابعة استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة حيث تم عرض خطة تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات بما يساعد على موصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر والتي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري بما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028 وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل المكسف لتنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تحظى به مصر من مقاومات سياحية متفردة وما لديها من إرث حضري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة مع مواصلة الجهود الهدفة للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعيير العالمية في هذا الصدد